عنوين الصحف الوطنية العربية والأجنبية في معرض الصحافة ننقله لكم مباشرة من أسجوهات الشروق الإخبارية الشروق اليومي تعنوين صدر صفحتها الأولى فيما يخص تفاصيل وفاة الشهيد جمال بن سماعيل وتكتب تفاصيل مرعبة تقرأنا أيضا مشاهدين في عنوين رئيسية أخرى ما يلي إجراءات فورية لضبط سوق اللحوم الحمراء الترخيص والحصري لشركة الفيار بتسويق لحوم البقر الطازجة والأعلاف بـ 2600 دينار للقنطار والشعير للموالين بكميات مضاعفة تقرأنا على رأس صفحتها الأولى أريد تكرم أيقونة الإعلام علي فوظيل تقرأونا مشاهدين في تفاصيل هذه اليومية هذه المقالات المعنونة كالتالي حيث عادت جريدة الشروق في صفحتها الثانية إلى تفاصيل التي اتخذت من أجل ضبط سوق اللحوم وكتبت أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الأربعاء في بيان لها عن اتخاذ عدة ترتيبات فورية لضبط شعبة اللحوم الحمراء بهدف تطوير المهنة والمحافظة على السلالات ولغرض توفير لحوم حمراء للوطن بالنوعية وبأسعار مقبولة وتم اتخاذ هدية ترتيبات بالإجماع بين مختلف الفاعلين في الشعبة خلال لقاء وطني لمناقشة مسألة ضبط شعبة اللحوم الحمراء ترأسه الثلاثاء وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبداللطيف هني يضيف نفس المصدر وتتضمن هذه الترتيبات تكثيف نظام الثلاثية الذي يتضمن التعاون بين المربي والدوان الوطني لتغذية الأنعام لتوفير الأعلاف بسعر ثابت تفاصيل هذا الموضوع في الصفحة الثانية من هذه اليومية هذه هي الملفات المستجلة على طاولة الكنعس الرقمنا والمنافسة ومؤشرات الاقتصاد ودواء للجزائريين في صدارة الأجندة حيث تنعقد يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من نوفمبر الجارية الجمعية العامة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بفندق المركورة بالجزائر العاصمة لمناقشة تقدم أشغال اللجان السبعة المكلفة بإعداد تقارير وتفصيات حول قطاعاتها وهي لجنة الكفاءة والرأس مال البشري والتحول الرقمي ولجنة المنافسة والضبط والاقتصاد العالمي واللجنة الديمغرافية والصحة والأقاليم ولجنة البيئة والانتقال التقاوي والتنمية المستدامة ولجنة الحوكمة المالية وسياسات الاقتصاد ولجنة المصارات الديمقراطية والمشاركة المواطنية ولجنة الجزائريين المقيمين في الخارج ويرتقب وفقا لما علمته جريدة الشروق أن يتم الخروج في عقاب الجمعية العامة بتوصيات تتعلق بتعميم الرقمنا وضبط المنافسة وتحسين مؤشرة الاقتصاد تقرؤون في التربية مشاهدين هذا المقال والذي يأتيكم في الصفحة الخامسة من هذه اليومية لجنة تفتيشية لتقييم مادة الأنجليزية بالابتداء حيث طالب مفتشون ومديرون بالطور الابتداء القائمين على وزارة التربية الوطنية لإعطاء تعليمات من أجل تشكيل لجنة تفتيشية متخصصة ميدانيا وغير مركزية لتكليفها بمهمة تقييم نتائج تلميد الثالثة في مدى اللغة الإنجليزية والتي تم إدراجها لأول مرة بمرحلة تعليمية قاعدية قصد الوقوف وعلى النقائص والعمل على التحصين والارتقاء بالمستوى في المستقبل على اعتبار أن نتائج المتعلمين في الفروض المحروسة قد وردت دون الوسطة جريدة البلاد تعنون صدر صفحتها الأولى في شأن الاقتصادي وتكتب إخفاءات ضريبية لمصانع السيارات الملتزمة بشروط الإدماج الأمم المتحدة تتبنى مقاربة الجزائر في مكافحة الإرهاب بالساحل وتعود إلى نتائج تعادل بين المنتخب الوطني لكلة القدم والمنتخب المالي في المباراة الودية التي جمعتهم أمس وفي تفاصيل هذه اليومية تقرؤون مشاهدنا هذا المقال المعنون كالتالية وجاء في نص هذا المقال الأمم المتحدة تتبنى مقاربة الجزائر في مكافحة الإرهاب بالساحل حيث أبرز رئيس واللجنة المستقلة رفعة المستوى للأمن والتنمية في الساحل السيد محمد إيسوف أمس أهمية مساندة الجزائر له في مهمته المتعلقة بتقييم الأوضاع الأمنية والتنموية في دول الساحل وتقديم المقترحات لمواجهة التحديات التي تواجهها هذه المنطقة المساء مشاهدنا تعنوين في عنوين رئيسية جاءت كالتالي في صفحتها الأولى الجزائر ديبلوماسية فعالة لاسترجاع أمن إفريقيا تفاصيل هذا الموضوع في الصفحة الثالثة وإنجاز 15 ألف سكن عدل في سنة 2023 والشروع في عملية توزيع 120 ألف وحدة جديدة وتصنيع محلي للسيارات قريبا لكن بشروط تفاصيل هذا الموضوع في الصفحة الثانية والجيش يعمل على تخليص الجزائر من أفة الإرهاب تعنوين الشروق على رأس صفحتها الأولى وتفصل في صفحتها الثالثة في هذا المقال الذي يأتيكم كالتالي الجيش يعمل على تخليص الجزائر من أفة الإرهاب أكد الفريق أول سعيد شنغريحا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن روح نوفمبر وقيمته الثابتة والخالدة قادرة على تجنيد شباب الجزائر وشحدي همامهم وتقوية عزائمهم وتحفيزهم على المساهمة الفعالة في بناء وطنهم وتعديد سبل عزته ونهضته وتوفير أسباب وعوامل تنميته الاقتصادية والاجتماعية القائد نيوز تعنوين صدر صفحتها الأولى في شأن فلاحي الحكومة تعمل على تطهير القطاع من الفلاحين المزيفين هذا ما أكده الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبداللطيف ديلمي وجاء في تفاصيل هذا العنوان الرئيسي ما يلي إذن تقرأون في تفاصيل القائد نيوز هذه اليومية الحكومة تعمل على تطهير القطاع من الفلاحين المزيفين تعمل الحكومة على تطهير القطاع الفلاح من الفلاحين المزيفين الذين استفادوا من أراضي وامتيازات من قبل الدولة دون تحقيق نتائج المرجوة منهم هذا ما أكده الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبداللطيف ديلمي والذي أكد وجود العديد من الفلاحين المزيفين معتبرا أنه قد حان الوقت لإبعادهم من القطاع تقرأون مشاهدنا في الصحافة العالمية والعربية منها هذا العدد من العربية الجديد الذي اخترناه لكم وجاء في صفحته الأولى السودان مشروع اتفاق بين المعارضة والعسكر وتقرأون أيضا مونديال قطر أسواق عربية تنتعش المكاسب الاقتصادية الناتجة عن مونديال 2022 لا تقتصر على البلد المضيف قطر بل تصل إلى عدد من دول الجوار قائمة المستفيدين يتصدرها قطاع المطاعم وتجار الألبسة وعلى رأس صفحته الأولى تقرأون ترمب يعلن ترشحه إلى رئاسيات الأمريكية باكرا ما يشكل تهديدا للحزب الجمهوري ذاته وتقرأون مشاهدنا في الصحبات الأجنبية والفرنسية منها هذا العنوان الرئيسي حيث تتساءل هذه اليومية وتكتب دون أغلبية القليل من الحلفاء وتعثرات كثيرة رئيس حي ميت وتتساءل عن كيف سينجح مكرون في إنجاح عهدته هذه بالتحالف مع اليمين كان هذا كل ما لدينا فيما يخص معرض الصحفة لنهار اليوم شكرا لحصي المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء